يا صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية أهلا بحضرتكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر صباح الخير عليك يا مصطفى صباح الخير عليك يا باسمت وصباح الفل على كل اللي بيشوفونا النهار خلينا نقول إن كلنا بنسمع كتير جدا عن كلمة النوستالجيا والنوستالجيا هي مصطلح يوناني في الأصل جاية من كلمة نوستوس ونوستوس معناها العودة أو الحنين للماضي بدخول سريع على موقع البحث جوجل على كلمة النستالجيا هتلاقي فيه كلام كتير جدا فيه استخدامات لها في التسويق أن أنت لو بدير تسويق ناجح تقدر أنك تبيع سلعة بأنك تذكر الراجل تقوله حضرتك وكنا زمان لما روحنا زمان وعملنا زمان فحتلاقي الحنين ليه بيخليه يشتري هذه السلعة علماء النفس بيقولون الإنسان بيلجأ كتير جدا للنستالجيا لما يفتقد لنوع من أنواع الاطمئنان في وقته الحالي بيحن للماضي بغض النظر عن هذه التفسيرات كلنا بنحن للماضي من غير ما يكون فيه أي نوع من أنواع القلق يعني كلنا بنحن لقعدة مع جدنا أو جدتنا كلنا بنحن مع خروجة مع صحابنا وإحنا صغيرين كلنا بنحن مع وقت لطيف قضناه مع أصدقائنا في المدرسة كل واحد ليه ذكريات كتير وليه أشياء كتير لكن النستالجيا بالنسبة لك أنت بتمثل إيه؟ إيهي الحاجة اللي أنت مفتقدها في زمنك ده؟ مش موجودة في زمنك ده ومفتقدها من أيام زمن أعتقد فيه أشياء كتير جدا ممكن نفتح فيها النقاش ولكن خليني أبدأ بالأول بزميلتي بسانت وأكيد فيه أشياء كتير أنت مفتقدة يا بسانت كتير جدا يعني كتير بعض مع نفسي كده وفتكر أيام المدرسة أو حتى أيام الجامعة بفتكر أيام لما كنا بناخد أجازة آخر السنة ونروح كده نسافر مع أهلينا من غير ما نبقى شايلين هم أي حاجة في الدنيا ولا بقى مصاريف الأجازة ولا هنعمل إيه؟ ولا حتى اللبس كان مهم ساعتها كان مهم أن أنت تبقى مبسوط وبتروح فعلا أنت مش حاجة غير أنك تقضي على البحر تطلع تلاقي الأكل جاهز تنزل بالليل تلاقي أصحابك أو قريبك مستنين عشان نخرج أنا كنت بروح سينة وكنتش بروح الساحل أو العجم يقول الحاجات دي كنت بروح أصلا سينة زمان فكنت بحب قوي الأجواء بتاعة الصحرة وكنت بنروح نعمل الكامس نقام على البدو كده كنت بتبقى حلوة قوي إيه زيست الحاجة الساعة على الصاروخ دي فاكرها الأيس كريم بتاع الصيف الحاجات الحلوة قوي دي بنعود نفتكيرها وزي ما أنت قلت أنه نوستالجيا عمتا ده مصطلح يوناني قديم موجود من زمان جدا من أيام كمان دراسات اتعاملت على عمال سويديين كانوا موجودين في إحدى البلاد الأوروبية وهما بيشتغلوا وبتدوا يلاحظوا عليهم شوية ألأ وبطنهم تبقى وجعيهم شوية فلما عملوا الدراسات لقوا أن ده نوع من أنواع الحنين لوطنهم والبيتهم ولذكرياتهم كلنا عندنا الإحساس الجميل ده بنمر بيه على فكرة وإنت ماشي في الشارع ممكن تشمي ريحة عيش بتخبز مثلا فتفتكر أيام المدرسة أيام الصندوطشات اللي كانت بتعمل لك أنت رايح أو تسمع أغنية من أيام التسعينات ترجعك مرة تانية للعجمي لأجازة آخر السنة للحاجات الحلوة دي كلها بتعود كده ترجع مع نفسك وتفتكر الأيام اللي كنت فيها ما عندكش ألأ ما عندكش بسئوليات الحاجات الحلوة قوي دي لكلنا بنمر بيها على كل حال النوستالجيا دي حالة نفسية كلنا بنمر بيها زي ما قلت لحضراتكم وكلنا بيبقى عندنا الإحساس الجميل ده بتاعه وانت قاعد كده فجأة تسرح وتقول يا ده أحلى أيام كانت أيام زمان كلنا بنحب النوستالجيا إيه الحاجة اللي انت مفتقدها من أيام زمان يا مصطفى والله أشياء كتير يعني أنا في مطرب بالنسبالي هو بالنسبالي هو النوستالجيا هو عمر دياب طبعا هو ده جيل الأغنية طيب لا أغاني رصيف نمرى خمسة والشارع زحام أيس كريم في تسامبر أيس كريم في جليم بسمع الأغاني دي وبفتكر الكربة أنا كنت طفل ما تربي في مصر الجديدة فبالنسبالي كانت هي دي بالنسبالي هي النوستالجيا قمة الحنين للماضي لما بسمع شوقنا أكتر شوقنا الحاجات الأديمة دي بالنسبالي هي النوستالجيا دي قعدت صحاب قديمة بقى على ديكا كلمترو بتاعة المصر الجديدة فيه بالنسبالي يعني مشاهد ما بقدرش أمساها كل ما بفتكرها يعني بيبقى فيه أحساس بالنشوة وإحساس بالسعادة بتحب إن انت تفتكرها وبتحب أن أنت تتذكرها وممكن على فكرة تلاقي نفسك بتعمل مكالمة لواحد صعبة تقوله فاكر حصل إيه وإيه وإيه ومش أنت فين وتتطمن عليه وخلافك فهي جزء في النهاية من تكوينك النفسي وهي في النهاية حتة جواك بعيدة خالص محدش هيفتكرها غيرك أنت قعدتك بقى مع أصحابك مع جدك مع جدتك طبعا الجد والجدة بالنسبة لكل واحد هم كانوا يعني إيه يعني مصدر الحنان الأكبر زي ما بيقولوا يعني ومسلسلات القديمة وقعدتك مع الأهل والعيلة وأنك تسحى الصبح كده تلاقي فطارك موجود وقعدين وتتفرجوا على المسلسلات اللي موجودة في زكرة بتاعتنا كان في مثل زمان كده موجود وطمئنان مش موجود بالنسبة لحقيقة وأنك فعلا ما تشلش هم حاجة ولا عندك مسؤوليات ذي كانت أحلى حاجة بتفكرك بأيام زمان كلنا منحب النوستالجيا الحاجة اللي أنت مفتقدها من أيام زمان ونفسك ترجع تاني أو بترجعك لأيام زمان ده سؤالنا اللي موجودة على صفحتنا على سوشيال ميديا هنستعرض مع حضراتكم خلال الحلقة النهاردة إجابتكم وهنرغي مع بعض ونفتكر مع بعض أيام زمان إيه اللي كم بيحصل فيها والحاجات الحلوة اللي بتفكرنا كده بأيام ما كانش فيها مسؤوليات أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر بنصبح على حضراتكم